طول ما انا بصور الفيديو ده باسأل نفسي هو معقولة لسه في حد بيرمي زيت المحروق او بيبيعوا للناس اللي بتلف في الشارع وتشتري كيلو بخمسة وتلاتين جنيه علشان يعملو له اعادة تدوير ويباولي المطاعم وإحنا نجع ناكله وتجينا امراض ربنا يحفظنا ويعافينا اتناشر قطعهم من صابون الغسيل تستخدم للموعين والملابس وكل اعراض النظافة بتكلفة لا تتعدى العشر جنيه وهنشوف مع بعض في الفيديو هنشتغل النهاردة على كيلو من الزيت المستعمل ولو قال مرة بتشوفوني معاكو اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي النهاردة هنشتغل على لتر من الزيت المستعمل والقانون بتاعنا اوقاتها لما تدعويرش بتقول ان كل كيلو من الزيت المستعمل بيحتاج مية وخمسين جروم من الصودة الكوية هيدروكسيد السوديوم كوستيك كاترونة حاجر تسليك مجاري دي بوشار باتش يعني على حسب كل دولة ما بتسميها بيكون محتاج حرص شوية في التعامل في ياريت تكوني لابسة جلاز في ايديكي ياريت تكوني مشغلة الشفاط او فتحة الشباك بيكونش جنبك اطفال والابخيرة اللي بتطلع منه ومش صح يا خالص انك تستنشقيها علشان كده بقولك تفتح الشباك او الشفاط والافضل من كل ده انك تكوني لابسة كمامة لو لا قدر اللي عاجيه على ايدك اتنو فيها شوية تخل ومسحي مكان الصودة الكوية مجات على ايدك وان شاء الله ربنا يعافينا وما يحصلش اي حاجة خالص المعلقة اللي تتخدميها متكونش الامونيوم علشان بتخلي الامونيوم تتوسط هتكون يا اما سيليكون يا اما خشب يا اما بلاستيك واحترميها بعد كده لانها ممكن تسيح من الصودة طيب دلوقتي انا ركنت الصودة وقلتلكم الصحة بتاعها عشان تحصلوا على افضل نتيجة نكتركنيها ليلة كاملة لو حصلوا جمدت معاك عشان ناس كتير بتشتكن الموضوع ده هتحط عليها معلقة واحدة بس مية هتلاقيها فك التاني متقلقيش خالص طيب دلوقتي انا معايا مكونين انا الاول مرة بستخدمهم مع بعض وحقيقي لقيتهم حاجة كده وهمة في التنظيف وفي نفس الوقت بيقضوا بنسبة كبيرة جدا جدا على ريحة الزيت وريحة الزرنخة بتاعته وكمان الدهنانة اللي بتكون موجودة مش بقولوكم ان هي بتقضي عليها يعني بتخليها مش موجودة لأ بتقضي عليها بنسبة كبيرة علشان نكون صدقين وصراحة مع بعض انا حطيت معلقة من اي نوع من معجون الاسنان عايز اقولوكم ان معجون الاسنان ليه فوائد كتير جدا جدا في التنظيف واريت حضرتك تتفضلي وتشرف تخش على جوجل وتعرفي فوائد معجون الاسنان في التنظيف وحطيت نصف كوباية من الكلور هو احنا القعدة بتاعتنا بتقول ان كل كيلو من الزيت المستعمل بياخد مية وخمسين جرام من الصدى الكوية وثلتمائة جرام من المياه انا ما استخدمش تلتمائة جرام كلهم مية استخدمت ميتين وخمسين جرام اه حطيت فيهم الصدى الكوية يعني كوباية كوباية مية دوبت فيها الصدى الكوية اتبقى لي كده خمسين جرام اخدتهم كلور وكده بقى انا خلاص خلصت السوايل بتاعتي اللي مطلوبة مني عشان بس السوايل ما تكترش والصابون يبقى طري معي طيب دلوقتي بعد ما دوبت معجون الاسنان كويس مع الكلور نزلت بيهم على الزيت وقلبت كويس جدا نزلت بمعلقة كبيرة من الملح ملح الطعام العادي لازميته ايه بيديني طهرة للصابون وبيدي صلابة حلوة قوي للصابون خد يبالك لما الملح والمسحوق البودر بيزيده بيخلي الصابون عليه زي نقط مية او ندع مية كده والمسحوق البودر كمان لما بيزيد معانا اه في الصابون ده بيخلي الصابون بيفرول فانا بس بحذرك علشان ما دعيش في الغلطة دي طيب انا قلبت كويس ودلوقتي نزلت بالصودة الكوية انا كنت ركنتها هنا ستة او سبع ساعات كل ما بتركنيها اكتر كل ما هتحصل لي على نتيجة افضل في الصابونة هتبصي تلاقي بقى الصابونة نعمة قوي في الاستخدام هتبصي تلاقي رغوة بتاعت الصابون حلوة اهم حاجة يا جماعة التقليب 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 عايز اقول التقليب من هنا لبكرة بمجرد ما انزل بالصودة الكوية انا عايزة منك ربع ساعة تقليب متغوص المستمرة هتاخدي كده البولة او العلبة لينتشاغلة فيها وهتعودي علشان بس يعني ما تحسيش ان المضوع المجهد انك تفضلي واقف على رجلك ربع ساعة معنك بتقفي ساعتين تلاتة عشان تعملي الاكل بس مش عايزين نعمل ده في الصابون علشان دي هواية فانا مش عايزين الهواية تتحول لشيء مزعج طيب دلوقتي انا نزلت بمعلقتين كبار من المسحوق البودر الغسلات العادية لازمته ايه؟ بيديني برضو صلابة للصابونة بتنظف معايا حلوة قوي بتديني ريحة حلوة ده مسحوق اوكسي بيديني ريحة حلوة قوي للصابونة وده برضو من الحاجات اللي بتقضي على ريحة الزيت ولكن لما بيزيد معايا بيخلي الصابونة تفرول الناس اللي بتقول ان احنا بعد ما بنركنا الصابونة اللي نستخدمه بنبص نلاقيه فرول معنا ده بسبب مصحوق البودر الكتير وكمان لان المصحوق البودر بيحتوي على ملح فبرضو بتلاقيه الصابون بينطر ميا بعد كده طيب انا بعد ما قلبت وحاسية ان القوام بتاع الصابونة بدأ يتقل نزلت بقطعة صابونة مبشورة بتاعة بشرة الاضافة دي يعني مش اساسية خالص ولكن انا حب ريحة الصابونة تكون حلوة معايا طبعا صابونة البشرة تكون ريحة حلوة جدا واحب ان انا خلي شكلها حلو انا صناعة الصابون بالنسبالي هي هوية فكل ما تكوني بتعملي حاجة بتحبيها كل ما تحس ان انتي بتتفنني فيها خلاص فانتي لو مش عندك اي بوائي بشر صابون ده يعني حاجة اختياري مش حال بخلاص ما فيش اي مشكلة محطاتي سكر لان السكر والملح والمسحوق البودر وبشر الصابون ومعجون الاسنان والكلور وكل دي اضافات لجودة الصابون مش اساسي معايا خالص عندك اوالب هتحطي فيها الصابون ما عندكيش اي علبك لبن هتغسليها وتحطي فيها الصابون بس الافضل ان احنا نحطه في حاجة مفتوحة كده علشان خطر ينشف معايا بصراعي احنا هنا في الشتاء بيتأخر شوية ممكن يقعد يومين مسلا علشان ينشف تلات ايام مفيش اي مشكلة حتبدأ يتقطعيه من تاني يوم بمجرد ما تحس ان هو بدأ ان هو يجمد معاكي علشان لو استنيتي لحد ما هو ينشف تماما هيتكسر مش هيتقطعه الصابون ده لا يستخدم قبل مرور شهر علشان خطر نتأكد ان الصودا تطايرت منه بنسبة كبيرة ويكون امن على بشرتنا لو استخدمناها دلوقتي طبعا ممكن يسبب لنا حساسية او بعض الالتهابات في البشرة بسبب الصودا الكوية ده كان شكله بعد يومين حبدأ ان انا اقطعه لانه زي ما قلت لك انا ونشف بشكل كامل يبقى حيتكسر وانوش هيتقطعه وفي الحالة دي لو اتكسر برضو ما عنديش اي مشكلة انا كده كده هحطه بقى في العلبة اللي فيها الماء بتاعت غسيل المواعين او حبشوره وعمل منه مسحوق لغسيل الملابس يعني ما فيش حاجة خالص بتترمي في المنظفات بتقطعيه بالشكل اللي انت عايزاه والحجم اللي انت عايزاه لكن لو طبعا هتستخدميه تجاري يبقى حضرتك هتقطعيه بمقاسات متساوية او تحطيه في اولب عايز اقول لكم مهما نبتكر ونخترع ونقلف ونحط اضافات على بعضها هيفضل الصابون البلدي او صابون الغسيل ده رقم واحد في المنظفات كلها وهو الاساس في صناعة معظم المنظفات اللي احنا بنعملها حناخد بس دقيقة كده علشان نحسب احنا اتكلفنا ايه النهاردة زيت المستعمل اللي احنا بنرميه ولا اي حاجة خالص كيلو الصودة الكوية بيتباع في شارع الجيش او محلات المستلزمات المنظفات يعني سعره فرنج خمسين جنيه هو طبعا اقل من كده شوية بس احنا هنقول مثلا خمسين جنيه فاحنا الوقت اتخدمنا مياه وخمسين جرام يعني اقل من ربع كيلو يعني ما كملوش عشرة جنيه شوفوا بقى علاقتين المسحوق مع علاقة الملح معجون الاسنان والكلور حاجة طبعا لا تذكر يعني فاحنا ما تكلفناش اكتر هنقول خمستاشر جنيه بالكتير اتناشر صابونة اللي تريزيت بيعمل اتناشر صابونة ما تكلفناش اكتر من خمستاشر جنيه يعني شوفوا بقى الصابونة الوقت يصع لها بره عشرة جنيه ومش بالجودة دي فاحنا وفرنا مثلا مئة وعشرين جنيه وعملنا اتناشر قطعة من الصابون لكل اعراض النظافة قوم يعملي الصابون ده دلوقتي حالا معجون اسنان مش مشكلة مفيش اي حاجة خالص انا بس كنت بزود من جودة الصابون اي حاجة محتاجينها اسألوني في اي وقت وبحبكم في الله